دعا ناشر الصحف الملتئمون ببني ملال بمناسبة عقاد الجمع العام التأسيسي لفرع الفيدرالية المغربية لناشر الصحف بجهة بني ملال خنيفرة إلى تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي ولايته القانونية في بتم شتنبر المقبلة وجاء في البيان الختام للجمع العام التأسيسي أن أعضاء الفيدرالية لن يكونوا معنيين بأي تمديد مزعوم أو تأجيل غير مبرر أو تعديل في أي قانون يتنافى مع الأساس الديمقراطي للتنظيم الدات المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور وقد أشرفت الفيدرالية المغربية لناشر الصحف خلال الجمع العام التأسيسي على تأسيس تمثيلية جهوية على مستوى بني ملال خنيفرة هي التاسعة من نوعها على مستوى المملكة وتم انتخاب مدير جريدة أطلس 24 محمد المختار رئيسا لفرع بني ملال خنيفرة لينضاف إلى فرع الدخلة وذي الدهب والعيون الساقي الحمراء وقلميم وادنون أسوس ماسا ومراكش آسفي وفاس مكناس والشرق وطنجة تتوان الحسيمة هذه محطة أخرى ناجحة في مسيرة هيكلة الفيدرالية المغربية الناشرة الصحف التي انطلقت بلا هوادى منذ يوليوز 2020 تم انتخاب المكسب اليوم بالإجماع وتوافق كبير دي الإخوان كانت العملية ديمقراطية بمتياز ولكل الخارج راضي العملية وبالتالي تنتظرنا أحد عمل كبير جداً بالجهة ككل في جميع الأقلن بالجهة وتوجى هذا الجمع العام بتكريم المرحوم محمد الحجام أحد الوجوه البارزة في الصحافة الجهوية تقديراً لمساهماته في المشهد الإعلامي الجهوي والوطني كما ترحم الحضور على الراحل عبدالله السوكي أحد رواد عالم الصحافة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض بنفس الشجاعة التي ميزت حياته المهنية والشخصية